اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احباء المشاهدين في كل مكان في العالم بحييكم ورحب بكم في اسم الرب يسوع وحلقة جديدة وانا غالي عليك وما زلنا في هذه الايام الرائعة وذكرى صلب وموت وقيامة فدينا ومخلصنا وحبيب قلوبنا ربنا يسوع المسيح الذي مات لأجل خطيانا وقيمة لأجل تبريرنا حنكمل ما بدأوا معنا روح القدس في الاسبوع الماضي في الحلقة الماضية وانجيل الصليب وهنشوف الروح القدس النهاردة هيكمل معانا في اي اتجاه ابقوا معنا وانا وثقة ان الرب هيكلم كسرين في هذا الوقت ومعانا الاخ سروت فهمي غني عن التعريف اهلا بيك اخ سروت اهلا بيك اخ سروت الرب يباركك ويستخدمك اكتر ويباركك بنتبارك لما بتكون معانا شكرا الرب يحفظك احبائي المشاهدين هنقرأ نفس القراءات بتاعة الاسبوع الماضي عن انجيل الصليب وهنقرأ من كورنسوس الاولى واحد من عدد 17 ل25 كورنسوس الاولى واحد 17 بيقول كده لان المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لانه مكتوب سأبيت حكمة الحكماء وارفض فهم الفهماء اين الحكيم اين الكاتب اين مباحث هذا الظهر لم يجهل الله حكمة هذا العالم لانه اذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكنه نحن نكرس بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة واما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لان جهالة الله احكم من الناس وضعف الله اقوى من الناس امين مبارك اسم الرب اهلا بك اخسروات مرة تاني وحنراجع في عجالة اللي قلنا المرة اللي فاتت عن الانجيل ما هو وما هي مكوناته سبق وقلنا مبدئيا تعريف كلمة الانجيل دي مش كلمة عربية دي كلمة يونانية ترجمتها الخبر الصار ايه هو محتوى ايه هو فحوى ايه هو مضمونه اتفقنا سبع عناصر نمرة واحد تجسده بالولادة نمرة اثنين موتوا من اجل خطيانه تلاتة قيامته من اجل تبريرنا اربعة سوري موتوا من اجل خطيانه دفنوا دفنوا لانه دفلنا معه في المعمودين ايه ونمرة خمسة خمسة قيامته اه قيامته نمرة ستة صعوده نمرة اربعة نقولهم تاني من الاول نمرة واحد تجسده اثنين موتوا تلاتة دفنوا اربعة قيامته خمسة ظهوره ستة صعوده وجلوسه في يمين العظمة في الاعالي ونمرة سبعة مجيء مرة اخرى واختزلنا حق الانجيل في شخصه وعمله شخصه باعتباره ابن الله او الله الظاهر في الجسد وعمله الكفاري الكامل على عوض الصليب من ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله واتفقنا اذا ان حق الانجيل يبدأ من مجيء الاول الى مجيء التاني من مجيء بمفرده الى مجيء على في ربوات قدسي من مجيء في اتضاعه الى مجيء في مجده من مجيء في المزود الى مجيء على سحاب المجد من مجيء للخطوبة مجيء الاول للخطوبة الى مجيء التاني للزفاف اذا الانجيل يبدأ من مجيء الاول لمجيء التاني هذا هو حق الانجيل وتحدثنا عن شخصه الانسان الظاهر في الجسد وجينا عند عمله توقفنا في الحلقة الماضية عن عمله وقلنا ان عمله بيتكون من تلات اجزاء هو طبعا كل عمله مش التلاتة دول لا من عرفه هم واحد بس بينقسموا الى عناصر اتفقنا عمله شامل كامل بس قلنا هنركز على تلات عناصر فقط اللي هم وتلات مسميات نمر واحد موت المسيح نمر اثنين دم المسيح نمر ثلاثة صليب المسيح التلاتة مرتبطين بشخصه تلاتة مرتبطين بعمله تلاتة معناهم متقارب جدا يكاد يكون واحد بس اكيد فيهم فروق لكن كل عمل منهم او كل عنصر منهم ليه انعكاسه او ليه دلالته وفي نفس الوقت ليه نتائجه اه فنمر احنا بدينا الحلقة اللي فاتت باول حاجة اللي هي موت المسيح واتفقنا انه موت المسيح بيترجم محبته الله روميا خمسة تمانية الله بيّن محبته لنا لانه ونحن وبعض خطط مات المسيح من اجليه واتفقنا ان محبته الله اتجهت الى اربع دواير العالم الدولة الاسرة الفرد ايه وشفنا انه مش بالضرورة الرب لو كل المجد زي ما البعض فاهم ان الرب عنده كم من المحبة قسمها على الناس للعالم كله وقال للعالم قسمه دي على عدد الدول عليكم وكل دولة تقسم على عدد اسرها شعب وكل اسرة تقسم على عدد افرادها لكن اتفقنا وشفنا ان كل الحب اللي في قلب الله لكل واحد على انفراده وعلى حدة اللي بيها كل واحد يقدر يقول معبولس الرسول الذي احباني بس فرص احب اكمل بس حاجة بسيطة قبل ما ننقل على دم المسيح وقبل ما ننقل بعدها على صليب المسيح الله له كل المجد عنده او بي لنا محبته باكتر من مظهر اسمحي لها اذكر بعدها ومن ثم اعظمها فمثلا قيامته من بين الاموات دي برضو بترجم محبته يعني بولس الرسول لما اتكلم في افاسوس 2 حاب يذكر هناك اولاده في كنيشة افاسوس بحالتهم قبل الإيمان وكيف كانوا مستعبدين لاعداء 3 قالهم أنتم اسكنتم امواتا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في ابناء المعصير تاني أنتم اسكنتم امواتا بالذنوب الخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم ده العدو الاول اللي احنا كنا مستعبدين للعالم حسب رئيس سلطان الهوى الروح الذي يعمل الآن في أبناء المصادر الشيطان الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسادنا عملينا مشيئات الجسد والأفكار وده العدو الثالث اللي هو الزات أو الآن أو الإنسان العتيق النتيجة كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا طيب الحل يقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح في مظهر تاني من مظاهر محبة الله يقول عنه يحنى أنظره أية محبة أعطاني الأب حتى ندعه أولاد الله بنوية لجلاله في مظهر تالت من مظاهر محبة الله اختياره لنا في ملاخ واحد اتنين قبل الأزمنة الأزالية في ملاخ واحد اتنين يقول أحبابتكم قال الرب فردوا عليه ويقولونه بما أحبابتنا شوف البجاحة بتاع الإنسان أم الرب برضو بيطول باله وبيشرح وبيوضح أليس ياعقوب أخو عيسو أحبابتي ياعقوب وأبغط عيسو ده بي هنا قصد يتكلم عن الاختيار الإلهي علم الله الأب السابق زائد إرادة الإنسان الحرة بتسوي الاختيار في مظهر رابع من مظاهر محبة الله لنا اللي هو التأديب قال كده إني كل من أحبه أقدبه من يحبه الرب يقدبه بالظبط إني كل من أحبه أقدبه أوبخ هو أقدبه فهو يكون غير أنه تب الرب في حنانه له كل المجد بيحبنا كأولاده عشان كده إن استلزم الأمر إنه يقدبنا بيعمل كده في مظهر خامس أو سادس استمرارية ودوام الرحمة أرمية مرة قال ترأى لي رب من بعيد ورالك يا أرمية قال ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة يعني ديمومة واستمرارية محبة الله بتترجم من خلال ديمومة الرحمة مظهر سادس من ضمن مظاهر محبة الله في رمية أصحاح تمانية بولوس بيقول من سيفصلنا عن محبة عن محبة المسيح وبيذكر سبع عوائق أل أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف ذكر السبع عوائق دي كما هو مكتوب إننا من أجلك نومات كل النهار قد حسبنا مثل غنم من الزبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بمعنى إن أول ما هنوصل للسماء هنتمتع بكل الامتيازات ما خلق امتياز واحد وحيد اللي هو روعة وعظمة الانتصار الانتصار هنا على الأرض لكن التتويج هيكون هناك في السماء فبولوس بيعدد سبع عوائق كان ممكن تعطالوا قال لكن بالرغم من هذا أنا مش بشك في محبة الرب لي بسبب هذه العوائق ده أنا بعتالي علشان أحقق الانتصار عليها هنا وأتوك في السماء عشان كده رح مكمل وبيقول فإني لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رأساء ولا قوات ولا أمور حضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة كل هذه هو غيرها بتترجم أو بتظهر محبة الله لكن قمة إعلان محبة الله لنا موت ربنا يسوع المسيح على عرض الصليب الآية المشهورة والمحفوظة لنا منذ نعمة أزافرنا يحنى 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا أهل كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ومرة من المرات الرب قال لتلاميجه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه قمة إعلانات محبة الله لنا الترجمت من خلال موت ربنا يسوع المسيح يحنى اللي يصنف رسول المحبة مرة قال في رسالة الأولى بهذا قد عرفنا المحبة عرفتها إزاي؟ النزاك أي الرب له كل المجد وضع نفسه من أجلنا موت ربنا يسوع المسيح على عود الصليب الدلالة الانعكاس اللي بيترجمه بيترجمه موته على عود الصليب هو محبته المتدفقة الفائدة أو الفائقة بالنسبة لنا عشان كده بولوس يوصينا يقول لي نايم اسلكوا في المحبة على أي قياس كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم حبها إزاي؟ ترجم المحبة دي إزاي؟ أظهر المحبة دي إزاي؟ يقول الكتاب كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ومرة من المحبة ده كان بيخطب الأزواج أيها الرجال أحب نسائكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة أسلم نفسه لأجلها ومرة بيوصي المؤمنين في أفاجس بيقول يسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وزبيحة لله رائحة طيبة قمة إعلانات محبة الله لينا له كل المجد من خلال موت ربنا يسوع المسيح على عوض الصليب الدلالة اللي بتعكسها هذه الحادثة موتوا على عوض الصليب من أجلنا هو محبة الله اللي في قلبه من ناحية كل مننا على انفراد وعلى حدة عشان كده الكتاب بيقول المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهوية لهيبها لهيبة نار لذا الرب يعني اللي بيشعلها الرب محبة الله يا أخت سلوة لكل مننا في كل الجنس البشري الموجودين على ظهر البسيطة واللي كانوا مازالوا واللي هيستمروا أو اللي هيجوا غير مشروطة وغير محدودة وغير متوقفة يعني الإعلان اللي قاله أرمية محبة أبادية أحبابتك كانتش عارف شوف يعني إزاي بروح الوحي وروح القدس بيعبر عن محبة الله ورحمته في العهد القديم بالضبط هو قال الله ترجم محبته من خلال استمرار الرحمة لكن لما قال إن المحبة دي مدتها أبادية 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 يعني يعني لا تزيد ولا تنقص يعني سبت بسباته دايما بدوامه وفي نفس الوقت بدون فصل أو وصل أبادية يعني كانت لا تنتهي كانت ومازالت وهتستمر وإلى أبدي الأبدين بدون فصل أو وصل وفي نفس الوقت مش عندي اللزوم يعني لو أنا ماشي صح أهي المحبة مستمرة لو أنا غلط بالمحبة توقف لا محبة الله سبت بسباته دايما بدوامه الدليل والبرهان اللي قدمه الله لمحبته لنا موت المسيح فيه إعلان عجبني قوي 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 كتبه واحد من خلال كتاب في يوحنى 13 عنوان الكتاب الإنجيل في آية الكتاب كله بتكلم عن يوحنى 13 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدين اللي كتب الكتاب ده أظن سبيتجون اللي كان بيصنف في زمانه أمير الوعز أسم الآية دي إلى سبع أقسام سبع فصول في الكتاب فقال إيه أعظم محب هكذا أحب سوري الأول قال أعظم محبة هكذا أحب من أعظم محب الله الله لأعظم دايرة العالم هكذا أحب الله العالم أعظم تضحية حتى بزل ابنه الوحيد أعظم نجاة لكي لا يهلك كل من يؤمن أعظم نتيجة تكون له الحياة الأبدية وبعد كده غير نمط الكلام بأبسط طريقة كل من يؤمن به واو بالبساطة دي عرب البساطة دي أعظم محب من أعظم محب لأعظم دايرة بأعظم تضحية واو لأعظم نجاة لأعظم نتيجة الحياة الأبدية وبأبسط طريقة اللي هي الإيمان كل من يؤمن به الحق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فهل هو حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات بالجنوب الخطايا حين يسمع الأموات سوط ابن الله والسامعون يا حيون اسمحيلي بس نجري شوية أيها طبعا علشان بعد كده نلحق لكن من كل قلبي أتمنى من كل الإخوة المشاهدين اللي بيتابعوا معانا الحلقة واللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشة كل الإخوة المشاهدين يقولوا مع بولس الرسول لألف رسالة غلطية الرسالة دي من الرسائل المشهورة ورسائل التعليمية المهمة قوي في رسالة غلطية أصحاحي 2 بيقول مع المسيح سلبت أي يعني أنا مت معه مع المسيح سلبت فأحيا لا مش مت وبس قمت وقمت معه مع المسيح سلبت الكلام ده في غلطية 2 عدد 20 مع المسيح سلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجليه آخر سفر يا أخت سلوة في الكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤية أول إصحاح في هذا السفر الرب بيقدم إعلان ومن خلاله رسالة يقول الكتاب في رؤية واحد صاح الأول يعني عدد 5 من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الكلام هنا قبل ما يتكلم عن الرسالة بيتكلم عن الرسل نفسه صاحب رسالة يسوع المسيح يعني الله الظاهر في الجسد من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر البكر من الأموات أربعة رئيس رئيس ملوك الأرض آللويا مضمون الرسالة اللي بيوصل الذي أحبنا أيوة والذي أحبنا وبدليل أو مفعيل هذه المحبة وقد غسلنا من خطيانا بدمه وقعلنا ملوكا وكهنا لله أبي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين ما يتقلش له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين إلا على الله طبعا هذا إعلان واضح من هو المسيح هو الله الظاهر بالضبط ما هو سبق وقدمه فأربع إعلانات عن شخصه طبعا لما بيقول من يسوع المسيح ما اتفقنا إن يسوع ده النسوت المسيح ده اللهوت وعظيمه وصر التقوى الله ظهر في الجسد يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات هو مين رئيس ملوك الأرض شخص له كل المجد أحبانا وقد غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين إحنا قلنا من ضمن عمله هنركز على ثلاث عناصر فقط نمر واحد موت المسيح ثم دم المسيح ونمر ثلاثة صليب المسيح لازم أجري شوية لأن وقت الحلقة محدود موت المسيح اتفقنا بيترجم محبة المسيح طبعا دم المسيح بيترجم براكات المسيح صليب المسيح بيترجم طاعة المسيح آه للآب من أجلنا دموته ترجم محبته تبه دمه يعوزنا الوقت لو عددنا كل البركات اللي لينا كمؤمنين بعملوا على عوض الصليب من أجلنا يسعنا المجال مش حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة لما نقعد نتأمل في البركات التي لا تحد ولا تعد ولا تحصى اللي بنجنيها من وراء دم المسيح لها كل المن أبدأ داود في مزمور اتنين وثلاثين افتتح المزمور ده بأربع حقائق أساسية في إيمان المسيح بالرغم النجاه قبل الإيمان قبل الميلاد بيلطوبة للذي غفر إثمه وسترت خطيته طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش طوبة للذي غفر إثمه ده الغفران سترت خطيته دي الكفارة طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ده التبرير ولا في روحه غش ده التقديس مبدئيا كان الفرق بين الأربعة دول وإزاي بناخدهم طوبة للذي غفر اسمه ده الغفران يخرجني من جهنم بس يعني الغفران ما يدخلنيش السام الغفران يخرجني من جهنم بس صحيح لما هنوصل السام سكان السام بيصنفه مغفوري الإثم بس كان فيه عدة اعتبارات تانية من خلال دم ربنا يسوع المسيح فالغفران يخرجني من السام بس يسيبني إنجاز التعبير من جهنم بس وإنجاز التعبير يسيبني في الشارع الكفارة اللي هو الكفر اللي بيغطيني ده دم المسيح يبقى الكفارة بتغطيني التبريل يروح ما دخلني السماء والتقديس يصيرني شريك الطبيعة الإلهية تاني الغفران يخرجني من جهنم الكفارة تغطي كل عيوبي تغطيني بكل عيوبي التبريل يروح ما دخلني السماء والتقديس يصيرني شريك الطبيعة الإلهية الغفران خرجني من جهنم كان محكوم علي بالموت الأبدي في نار لا تطفق ودود لا يموت طوبة للذي غفر إثمه خرجنا من جهنم الكفارة بقى بتسطرني وبتسطر كل عيوب مرة من المرات داود النبي بيقول له اسطر وجهك عن خطيائي ومن رب قاله طبعا لو استطرت تواجه عن خطيائك هتبقى لسه خطيائك عليك ما عملناش حاجة تانية قال له انا عندي حل تاني بدل ما استطر وجه عن خطيائك طبعا أنا ما استطرك واسطر خطيائك فرح مغطيه كله بكل خطيائه هنشوف ازاي تلاتة التبرير يروح ما دخلنا السماء مع الأخذ في الاعتبار ان محدش هيدخل السماء الا اذا كان متمتع ببر الله شخصيا ايه هو بر الله عدل الله بس فيه ثلاث ايات بيعكسولنا بر الله قالوهم الثلاث رسل بولوس وبطرس وحن واحد قال لم يفعل خطيئة والتاني قال ليس فيه خطيئة والتالت قال لم يعرف خطيئة ده بره عدله يعني قداسة المطلقة باعتباره القدوس اللي بيلا شر ما حدش هيعبر على سماء الا اذا كان متمتع ببر الله شخصيا طبعا 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 خطيئة خطيئة لأجلانة او زبيحة خطيئة لأجلانة لنصير نحن بر الله مش ابرار لنصير نحن بر الله فيه يا الهي لولا الكلام ده مسطر على صفحات عصمة الوحي ما كان يمكن اطلاقا زين المحدود طبعا انه يستوعابه فكده دخلنا السماء طب وبعدها التقديس ولا في روح وغش ده التقديس بنكون شركاء الطبيعة الالهية اخذ الاربعة دول ازاي الغفران والكفار والتبرير والتقديس العمل المشترك للاربعة دول مصدر واحد اللي هو دم يسوع المسيح تعالي نوسق الكلام بالشهاد الكتابي الغفران الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا بس على شرط ان اعترفنا بخطيئانا اي فهو امين وعادل حتى يخفر لنا خطيئانا ويطهرنا من كل اصدو خلي بالك يخسلوا مية الرب للعطشان اكل الرب للجعان شيف الرب للمريد رحت الرب للتعبان بر الرب للخاطر لا يحتاج الاسحاء الى طبيب ما للمرضى ما جئت الاضع ابرار بل خطط الى التوبة فالغفران بيتم من خلال دم المسيح لما جا اقول له اللهم ارحمني اي انا الخاطر فيه ناس بتقولها اللهم ارحمني انا عبدك الخاطر ربنا ما عندوش عبيد خطط لكن الرجل ده كان صادق اوه مع نفسه اللهم ارحمني انا الخاطر نزل الى بيته مبررا عن المتكبر اللي كان وقف يصلي معاه العصر في نفس المكان الغفران بدم المسيح طيب الكفارة في رمية ثلاثة اما الان فقد ظهر بر الله بدون النموس رمية ثلاثة من عدد 21 يقول اما الان فقد ظهر بر الله بدون النموس مشهودا له من النموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الى وعلى البعيد والقريب اليهودي والاممي الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق اذ الجميع اخطأوا اعوازهم مقد الله وبعدها رح دخل على موضوع التبرير متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالايمان بدمه لازهار بره من اجل الصفحة عن الخطايا السلفة نعم يبقى الغفران بالدم الكفارة بالدم تب التبرير برضو في رومية خمسة يقول الكتاب في عدد تمانية وتسعة ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن وبعد خطاط مات المسيح لأجلنا فبالأول كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب متبررون الآن بدمه طب والتقديس بدمه برضو بدمه برضو عشان كده يقول يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج المحل فلنخرج إذن إليه خارج المحل أو تألم خارج الباب فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عهره لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد الغفران والكفارة والتبرير والتقديس العامل المشترك لكل منهم مصدر للتمتع وكل منهم هو دم المسيح بهذه المشيئة يقول بولس الرسول نحن مقدسون إيه هي المشيئة دي اللي بتقدسنا بتقديم جسد يسوع مرة عشان كده يكملوا كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلاتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة خذي بركة خمسة من بركة دم ربنا يسوع المسيح التطهير التطهير بولس ألف أبرانين تسعة آية خطيرة قوي 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 حسب العهد القديم بدون سفك دم لا تحصل مغفر لا تحصل مغفر فهينا بيقول إيه إن كان دم سيران وتيوس الجبيح الدموية اللي كانت بتقدم وما هي إلا رمز للمرموز رمز طبعا للمسلوق شخص الرب لها كل المجد ما فيش رمز واحد يقدر يوفي لحاله عمل الرب لها كل المجد من أجلنا عشان كده بيحط عدة رموز لما رصها جنب بعض تظهرني كمال عمله الكامل له كل المجد من أجلنا يقول إن كان دم سيران وتيوس ورمات عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد جنب الحر يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلعيب يطخر ضمائركم في مقارنة بين مفعيل دم الزبائح الحيوانية في العهد الأديم ودم ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد خرج الرسول الملهم بالروح القدس إن دم الزبائح الحيوانية قديما يتعامل في تطهيره خارجيا فقط مع الأجساد أما مفعيل دم ربنا يسوع المسيح يتعامل في تطهيره داخليا مع عمق أعمان خطيان اسمحي لي بس أخاطب الإخوة المشاهدين والمشاهدات إن كان ليك على حد تعبير الكتاب المقدس ضمير خطايا من الضمير ده جاء في تعريف الضمير المكان اللي بيعلن فيه الله عن قدسه في داخل الإنسان بالضبط ده حاسة التمييز الأدبي والروح الأدبي الصواب وليس الخطأ الروحي اللي يتفق مع كلمة الله والكلمة ولا يتعرض معها الضمير ده أحد مكونات الروح الإنسانية الله حط الضمير ده في داخل الإنسان في مكان ما يعرفوش ويشتغل بطريقة ما يعرفهاش لأننا لو عرفت ضميري موجود فين وبيشتغل إزاي فمنطق البساطة أصله وبرمجه زي ما أنا عاوز وأقول لربنا الضمير اللي جواي اللي أنت حطيته فيه هو اللي بيعمل كده هو اللي بيعمل كده لكن ده الخط الساخن الفاتح من الرب رأصل إلي مباشرة وما يعرفش أوصله وما يعرفش ألعب فيه وفي نفس الوقت لا يقبل التفاوت الصح صح والغلط غلط أكتر واحد يصرخ في واجهي ويعرفني أن أنا غلطان تبكيت الضمير طبعا الناس اللي بتعاني من تبكيت الضمير واللي ضميرهم تعبهم واللي حاطتهم في ملامة وإيدانة باستمرار مين اللي يقدر يوصل لضميري ويطهروا من خطيائي نسمع الآية مرة تانية إن كان دمي ثرانو وتيوس ورمض عجلة مرشوش على المنجسين رمض عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى تهارة الجسد من بره بس فكان بالحال يكون دم المسيح الذي بروح أزلي مبارك قدم نفسه لله بلعب يطهر دم المسيح يعرف إزاي يغص إلى عمق أعماق ضميرك وضميرك ومهما كانت خطيائك دم المسيح يطهرك منه مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أكسادنا يدينا رب نعمة اللي بيها نقبل إنجيل الصلب نقبل إنجيل المسيح نقبل إنجيل الدم لأنه هو ده الحل الوحيد وده المصدر الوحيد أي دم المسيح لكل البركات يبقى نمر واحد الغفران اثنين الكفارة ثلاثة التبرير أربعة التقديس خمسة التطهير مرة من المرات داود كان بيدور على التطهير أيوب كان بيدور على التطهير فداود مرة قال للرب يطهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من السلج شوف النفوس الجعانة للتطهير أيوب بقى كان عنده طلبة تانية وشهادة تانية قالوا إن اختسلت في السلج ونظفت يدي بالإشنان مادة منظفة على أيامهم إن اختسلت في السلج اللي هو التلج لما بينزل هنا في البلاد دي تشوفيه أبيض شفاف أو أبيض نقي جدا منظره رائع فبيقوله إن اختسلت في السلج ونظفت يدي بالإشنان طب بكده هبقى أنا طاهر قدام الرب يكامل بيقوله إيه فإنك في الناقع المستنقع سوري في التعبير المستنقع العفن فإنك في الناقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي لكن الرب لما جيه طهرنا لا بيزوفي الدود ولا بيإشنان أيوب لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهر هاليليويا يطهرنا من كل خطيئة المعلومة والمجهولة اللي بقصده واللي بدون قصد اللي عارفها واللي مش عارفه اللي عارفها واللي مش عارفه اللي عن اضطرار واللي عن الاختيار الكبيرة والصغيرة ده ما فيش خطيئة تعصى في غفرانها في محواها في التبرير منها على دم رب لإسوع المسيح له كل المجد مبارك اسمك لكن في نقطة تالتة عايزين نلحق بقى ده اللي هي الصليب بقى ربع ساعة طيب في حاجة كمان من ضمن بركات الصليب عبور الدكتين دينونة في صفر في مباركات الدم ولا من الصليب اه اه اصد الدم الدم عبور الدينونة كان كنا محتاجين وقت عشان نشرح كل الكلام دينونة في صورة رمزية في حصلت في أرض مصر أيام ما كان بني إسرائيل مستعبدين للمصريين ولما جاء رب يحرروا من عبودية فرعون أيه ومن أرض مصر قال لهم يجيبوا شات صحيحة بذكر وحطوا تحت الحفظ لمدة معانا كل ده رمز لعمل رب نسوع المسيح ويدبحوها ويرش من القائمتين على عتب العليم ومن رب قال إيه أكتازي الليلة في أرض مصر وأضرب كل بكري في أرض مصر من بكري فرعون الجرس على الكرسي على رصف البلد لبكري الأسير اللي خلف القذبان لكن الكلام ده هيعمله مع المصريين ومع العبرانيين لكن اللي هيرش من الدم على القائمتين والعتب العليم أرى الدم وأبر عنكم ما عندوش ضني وماعش ما عندوش خلف قوس الدينون على الكل لكن اللي احتمى في الدم هو ده اللي قال عنه أرى الدم وأبر عنكم هما دبعوا الشات ورش الدم على القائمتين والعتب العليم قاعدين جوه بيأكلوا في خروف الفصح الرب لها كل المجد قال أرى الدم يبقى قيمة الدم بتقدر وتعتبر عندي مين بالدرجة الأولى مش عندي نحن مين اللي شايف الدم الرب قال أرى الدم هما جوه قاعدين بيتغزوا على خروف الفصح بيأكلوا جوفه ورأسه مع أكارة أحشاء المسيح فكر المسيح سلوك ربنا يسوع المسيح كما كان هكذا نحن على الأرض لكن مين اللي شايف الدم ومقدر إمته الرب لها كل المجد أرى الدم وأحبر عنكم نعم مبارك بالمناسبة في يوم اسم يوم الكفارة العظيم إحنا عملنا حرب 73 ضد اليهود في اليوم ده ساعة السفر كانت في اليوم ده كلهم الخروف في العيد إيه اللي بيحصل طقس المناسبة دي إيه كان يعملوا زبيحة القث مبارك في الدر الخارجية على ملأ من الكل بس بعد كده رئيس الكهنة ياخد الدم ويدخل بيه لوحد قدس الأقداس ويرش الدم قدام محضر الله الكلام ده كان يتم مرة واحدة في السنة كان بياخد طور و و تيس عن نفسه وعن الشعب ويبقى الوحد ده رمز المين لعمل ربا يسوع المسيح لها كل المجل يقول عنه بولوس الرسول الذي دخل إلى الأقدس بدم نفسه فوجد لنا فداء أبدايا فداء أبدايا عبور الدينونة آيو عننا أنا بحزن جدا جدا لما بقرع عن واحد وهو على فراش الموت يائس كنت بقرع من كم يوم عن واحد ممثل عمال يبكي كان على فراش الموت ومد فعلا عمال يبكي فليه زميل ممثل آخر بيه وسيء فبقول له أنا خايف ربنا ما يقبل شتوبتي وواو أنا بقرأ الكلام ده ومن جوا بتقلم عليه مش يلا المركب ده بالحكس دي نفس الرب له كل المجد دفع دم قلبه يا يسوع إزاي بس أنت قابل على نفسك تهلك نفسك سواء بالله مبلاء أو بالرفض مش عاوز أقولك حكم عقلك اقرأ كلمة الله بحيادية وثق أن الرب له كل المجد هيعللك ذاته ومفاعل عمله علشان كده لنا بركات عديدة لا تحد ولا تعد ولا تحصى من خلال دم ربنا يسوع المسيح بكده أقدر أقرب من الله في بركة أنا مش عارف إحنا وصلنا كم بركة دلوقتي أنا ما بعدش لكن من ضمن البركات اللي لنا في دم المسيح الاقتراب من الله أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قاربين بدم المسيح أنا عاوز أقول حاجة الإيمان بالله يود في داهية الإيمان بالله في ناس كتيرة مؤمنة بالله بدون المسيح بدون المسيح بدون المسيح طبعا المسيح ليه للإيمان بالله يود في داهية هقوله أنت جايل لي بدون كفرة طبعا بدون الوسيط الوحيد بيض الله والناس ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الإنسان يسوع المسيح الله الظهر في الجسد ليه لأنه دفع التمن دفع التمن على عوض الصليب من أجلنا فأقدر أقترب أنا مش لأنني سلكت في هذا اليوم بالتبقيق دايش فعلي للمسيح قدام الرب ولا لأنني عوقت المستقيم داي حلو اقترابي من جلاله لكن في كل مرة أنا باقترب من الله أو بتقدم بثقة العرش النعمة لكي أنا الرحمة وأجد نعمنا عونا في حينه ده على أساس الدم على حساب الدم أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قاربين على أي أساس بدم المسيح وده دم يقول عنه الكتاب دم رش يتكلم أعظم أفضل من هبيل أنا معرفش دم هبيل بيكلم بيقوله ها 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 احتمل احتمالين ممكن يكون دم هبيل بيقول للرب انت أملي لكن دم ربنا يسوع المسيح بيقوله اغفر لهم اغفر لهم يا أبتاء ممكن يكون دم هبيل بيقول للرب أنا مسامح قينا أخويا أنه قتلني ده عن واحد بس لكن دم ربنا يسوع المسيح كل اللي هيتقدم به مهما كانت خطاياك مهما كان العدد اللي داخل للرب من خلال الدم هيكون متخر هيكون مغفور هيكون لحظوة آخر حاجة اقولها الانتصار وهم غلبوه نعم الكلام ده في شفر الرؤية أصحاح 12 وعدد 11 لما كتاب بيكلم عن انتصار المؤمنين على الشيطان وهم غلبوه بدم الخروف بكلمة شهاداتهم ولأنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت ليك المجد ليك المجد يا رب ننقل أخيرا في الدقاية اللي بقية عن صليب ربنا يسوع المسيح احنا اتفقنا موته بيعكس محبته دمه بيعكس بركاته طب هو صليبه صليب المسيح زي ما قريتي حضرتك بولس بيقولي المسيح لم يرسني لقو أعمد بل أبشر لا بحكمة كلام لألا يتعطل صليب المسيح لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله صليب المسيح بيعكس لي ايه قوة الله ده صح لكن بالدرجة الأولى بالنسبة له بيعكس تعطل الرب خضوعه للأب قدوس بلا شر أعلى من السماوات لكن خضع للأب في مشروعه في دانا طبعا أنا هقرأ بس أن الصين بيعكسه خضوعه أشعية خمسين لو حضرتك تتابعي معي إحنا باقي قد إيه على باقي ست دقائية لأ ده احنا نجرب سرعة فأشعية خمسين بيقول إيه عدد أربعة لعدد ستة أعطاني سيد الرب لسان المتعلمين الغريب هنا دي نبوة عن الرب يسوع ما قالش أعطاني سيد الرب لسان المتعلم من لسان المعلمين مع أنه من ضمن ألقابه المعلم الرجل يروح ليقوله أيها المعلم الصالح هنا بيقول أعطاني سيد الرب لسان المتعلمين لا أعرف أنه غيش المعيب كلمة يوقز كل صباح يوقز لي أزنا لا أسمع كلمتعلمين السيد الرب فتح لي أزنا يعني كان بياخذ جدول الأعمال عن كل يوم من الآب جما كان بياخذ خلوته كل يوم الصبح ياخذ خلوته بدري بدري وهو قاعد عند على الجبل وهو قاعد أمام الآب ياخد قد تصير اليوم يوم بيوم ما عملش ولا حاجة من نفسه كل لحظة عدت عليه كان بينفذ البرنامج الإله نكمل لأن الصياق هيوضح هنا قال له إيه السيد الرب فتح لي أزنا يعني كلمني وأنا لم أعاند الوراء لم أرتد قال له إيه بقاه ما عنيتش فيه بازلت ظهري للضاربين وخدية للنتفين وجه لم أسطر عن العر والبسق النبوة دي خاصة بالصليب فهو في خلوته على فكرة إحنا قلنا عناصر الإنجيل سبعة اللي هما التجسد بالولادة اتجسد علشان يموت ومات علشان يدفن والدفن علشان يقوم وقام علشان يظهر وظهر عشان يصعد عشان يصعد ويجلس وجلس علشان يعني يأتي تسانية ما عندناش وقت طبعا نتكلم في كل عنصر لوحده طبعا ورد فعله بالنسبة أنه إحنا علينا إحنا فهو جاي مخصوص علشان يموت طبعا فصليب ربنا يسوع المسيح بيعكس طاعته لله الآب حتى أنه في متى ستة وعشرين شوفوا وهو في جسيمان قبيل صلبه مباشرة بيقول الكتاب جي هو تلاميذه من عدى ستة وعشرين حينئذ جاء معهم يسوع إلى صيغة اللي ضيع يقال لها جسيمان فقالت للتلاميذ إجلسه ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك ثم أخذ معهم بطلس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت أمكسوا ها هنا وصاروا معي ثم تقدم قليلا وخرى على وجهه وكان يصلي قائلا ألف الصلاة يا أبتاه الناس يجب يخطب اللهوت إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن هو مش بيتنحى لا لا ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أن يبقى حسب النبوة لأننا في عشرية خمسين لم أعاند إلى الوراء لم أرتد بناء على إعلاني الأب وتكليفه لي ثم جاء إلى التلاميذ فوجده من يامن فقال البطلس هكذا ما قدرتهم أن تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيت وأما الجسد فضعيف فمضى أيضا ثانية وصل قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيتك أنا خاضع أنا مسلم ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم سقيلة فتركهم ومضى أيضا وصل سليسة قائلا ذلك الكلام بعين ثم جاء إلى التلاميذ وقال لهم ناموا الآن واستريحوا هو ذا الساعة قد أتت قد أتت الساعة أي هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيض الخطى أمنا انطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب عرف التوقيت عرف الفاعل اللي هو يهوز الأسخريوت الخائن وهو جاي ومخصوص علشان هذه المهمة جاي علشان يموت علشان كده يقول الكتاب حاجة مهمة أو بقى في عبرانين خمسة الذي في أيام جسدي اسقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقدر أن يخلصوا من الموت مش يخلصوا عن الموت لا يخلصوا من الموت يعني ينزلوا ويخرج منه لن تضع تقيك يرى فسادا يعني هموت وهقوم للقدر أن يخلصوا من الموت دي مدد صلاته ليه لأنه أسلم من أجل خطانة وأقيم من أجل تبرير فكان لازم يقوم علشان يكمل مشروع الفدى وتبرير نقحنا يقول الكتاب سمع له من أجل تقوى قد إيه بنشكر الرب من أجل صليبه من أجل عمله من أجلنا الذي فيه أسلم من أجل خطيانة وأقيم من أجل تبريرنا واللي بدى معانا عمل صالح هيكمل موت المسيح بيعكس محبته دم المسيح بيعكس بركاته صليب المسيح بيعكس طاعته وخضوعه في هذا المشروع الفداء العظيم اللي كان متوقف عليه مصيرنا الأبدي لأنها كانت كريمة هي فدية نفوسنا غلقت إلى الدار لكن قديه بنشكر الرب اللي خضع وقطع من أجلنا مبارك اسمك الحقيقة ما فيش كلام يتقال غير فكر في أبديتك وفكر في المحب وفكر في الصليب وفكر في روعة المجد اللي بينتظرنا إذا آمننا بالمصلوب وبالفداء شكرا ليجي أخسروة ربي باركك ويستخدمك بقوة أكتر من كل الماضي ونشكركم أحباء المشاهدين ونتقابل معاكم في حلقة قادمة أنت أنا الرب كل سنة وانتو طيبين والربي بارككم ويحفظكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر أنا غالي عليك ترجمة نانسي قنقر